بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله بناء الطلاب الصف الأول تأهيدي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية وحييكم من السادة عبدالله المالكي معلم تربية خاصة تخصص عاقة عقلية وعلى بركة الله وبه نستعين نبدأ درسنا لهذا اليوم وسوف يكون إن شاء الله موضوع درسنا إثراءات لما سبق دراسته في الأسابيع الماضية درسنا إن شاء الله لهذا اليوم التقويم الهجري دعونا بناء الطلاب نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم أولا تحديد مفهوم التقويم الهدف الثاني إن شاء الله معرفة سبب تسمية التقويم الهجري بهذا الاسم وأيضا معرفة فوائد التقويم الهجري وكذلك استنتاج عدد الأشهر في السنة الهجرية إذا كانت هذه أبناء الطلاب أهداف درسنا لهذا اليوم تماما نتعرف على مفهوم التقويم هو مقياس تعرف به الأيام والأسابيع والشهور وينبئنا عن أيام العبادات والأعياد والمناسبات وكذلك المواسم التقويم الهجري موضوع درسنا لهذا اليوم يستخدم في تحديد الأشهر والمناسبات الدينية للمسلمين مثل شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الفطر وأيضا يوم عرفة وعيد الأضحى وكذلك الأشهر الحرم وأيضا بناء الطلاب يستخدم التقويم الميلادي في المملكة العربية السعودية احتفالا بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الثالث والعشرين من شهر سمتبر من كل عام تخليدا لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية وكما ذكرنا يستخدم أيضا التقويم الميلادي في معظم دول العالم العربي وكذلك الغربي إذا كما تشاهدون من الطلاب لدينا هنا ورقة من التقويم توفن نتعرف إن شاء الله على رموز السنة الهجرية وكذلك السنة الميلادية إذا كما تشاهدون من الطلاب بالتقويم نعرف اليوم وأيضا ماذا أحسنتم نعرف اليوم وكذلك التاريخ يرمز للسنة الهجرية بحرف الها ويرمز للسنة الميلادية بحرف الميم إذن يرمز للسنة الهجرية ابناء الطلاب بماذا؟ أحسنتم بكمثال 1443 حرف الهذا ابناء الطلاب هو اختصار لكلمة هجرية يرمز للسنة الهجرية إذن 1443 للهجرة حرف اله إذن كما تشاهدون من الطلاب يرمز للسنة الهجرية وكما ذكرنا أيضا حرف الميم يرمز لماذا؟ يرمز للسنة الميلادية كمثال الآن 21 ميلادي إذن يرمز للسنة الهجرية بماذا؟ أحسنتم بحرف الها يرمز للسنة الهجرية بماذا؟ بحرف الها ويرمز للسنة الميلادية بحرف الميم في النشاط الأول ابناء الطلاب في الكتاب المدرسي ارسم دائرة حول الأشكال المختلفة للتقويم اللي كما تشاهدون لدينا أربع صور الصورة الأولى والصورة الثانية وأيضا الصورة الثالثة والصورة الرابعة سوف نضع دائرة إن شاء الله حول أشكال التقويم لدينا هنا الصورة الأولى لماذا ترمز ابناء الطلاب؟ الصورة الأولى هنا وهذه الصورة الثانية وأيضا الصورة الثالثة والصورة الرابعة ارسم دائرة حول الأشكال المختلفة للتقويم الصورة الأولى ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ أحسنتم إذا لدينا هنا صورة للتقويم إذا نقوم بوضع دائرة حول هذه الصورة أن هذه الصورة شكل من أشكال التقويم الصورة الثانية بناء الطلاب أيضا لدينا هنا شكل من أشكال التقويم إذا نقوم أيضا بوضع دائرة الصورة الثالثة أحسنتم إذا الصورة الثالثة بناء الطلاب كما تشاهدون هنا لدينا ساعة رقمية إذا هذه ساعة رقمية وليس التقويم الصورة الرابعة أحسنتم إذا أيضا من أشكال التقويم إذا نقوم بوضع دائرة حول هذه الصورة إذا تعرفنا بناء الطلاب على أشكال التقويم من خلال هذه الصورة في النشاط الأول من الكتاب المدرسي لدينا بناء الطلاب كما تشاهدون هنا التقويم الهجري للعام الهجري 1443 للهجرة توفنا نتعرف إن شاء الله على عدد الأشهر وكذلك أسماء هذه الأشهر في السنة الهجرية وكذلك المناسبات الدينية الموجودة في هذه الأشهر الهجرية إذا كما تشاهدون بناء الطلاب لدينا هنا أسماء الأشهر الهجرية نقوم بعد الأشهر الهجرية لدينا هنا شهر محرم وهو الشهر الأول من السنة الهجرية شهر محرم هو الشهر الأول من السنة الهجرية ثم شهر صفر وهو الشهر الثاني وشهر ربيع الأول وهو الشهر الثالث وأيضا شهر ربيع الآخر وهو الشهر الرابع وشهر جمادة الأول شهر الخامس وجمادة الآخر الشهر السادس ولدينا هنا شهر رجب وهو الشهر أحسنتم السابع ولدينا هنا شهر شعبان وهو الشهر الثامن ولدينا شهر رمضان المبارك وهو الشهر أحسنتم الشهر التاسع وأيضا شهر شوال وهو الشهر العاشر وشهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة إذن عدد الأشهر ابناء الطلاب 12 أحسنتم 12 شهرا سنقوم بعدها كما تشاهدون هنا لدينا هنا 12 شهرا وهي الأشهر الهجرية وكما ذكرنا الشهر الأول من الأشهر الهجرية هو شهر محرم والشهر الأخير لدينا هنا شهر ذو الحجة سوف نتعرف إن شاء الله على المناسبات الدينية الموجودة في التقويم الهجري كما تشاهدون من الطلاب لدينا هنا ورقة تقويم لدينا هذه الورقة ورقة التقويم سوف إن شاء الله نتعرف من خلال هذه الورقة على اليوم وكذلك التاريخ تاريخ هذا اليوم وأيضا الشهر وكذلك السنة أو العام الهجري من خلال هذه الورقة من خلال هذه الورقة أيضا نذكر ولأمر الطالب أو أحد أفراج الأسرة أن يقوم بإعطاء الطالب ورقة التقويم ويقوم الطالب بإستخراج هذه المعلومات من خلال التقويم يتعرف الطالب على اليوم وكذلك التاريخ والشهر وأيضا العام الهجري من خلال أحسنت من خلال ورقة التقويم دعونا نتعرف من خلال هذه الورقة على المعلومات التي أمامنا إذن ابناء الطالب كما تشاهدون هذا المثال لدينا هنا وورقة التقويم سوف نستخرج ماذا اليوم سوف نقوم بتحديد اليوم ما هو اليوم؟ إذن نبحث عن اليوم كما تشاهدون هنا هو يوم الثلاثة سوف نقوم بوضع دائرة أو مربع على اليوم وهو يوم الثلاثة كما تشاهدون باللون الأصفر إذن اليوم هو يوم الثلاثة أحسنتم دعونا نبحث عن التاريخ لهذا اليوم أين نجد تاريخ هذا اليوم؟ إذن أين نجد تاريخ هذا اليوم؟ إذن التاريخ ابناء الطلاب أحسنتم هو الثامن والعشرون الثامن والعشرون دعونا أيضا نتعرف على الشهر أو نستخرج الشهر من خلال هذه الورقة هيا نبحث ابناء الطلاب ما هو الشهر الموجود في هذه الورقة وورقة التقويم أحسنتم إذن شهر صفر وهو الشهر الثاني إذن شهر صفر هو الشهر الثاني من أحسنتم من العام الهجري إذن كما تشاهدون الشهر هو شهر صفر بقي لدينا العام الهجري نستخرج العام الهجري أي نجد العام الهجري ابناء الطلاب أحسنتم إذن هو 1443 للهجرة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمي بالتقييم الهجري يسبب إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ابناء الطلاب لدينا هنا العام الهجري 1443 إذن اليوم ابناء الطلاب هو يوم أحسنتم الثلاثاء التاريخ كما ذكرنا الثامن والعشرون الشهر شهر صفر شهر صفر وهو الشهر الثاني أحسنتم وهو الشهر الثاني من العام الهجري العام الهجري 1443 إذن قمنا باستخراج هذه المعلومات ابناء الطلاب من خلال ورقة التقويم التي لدينا 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يقوم لأمر الطالب أو أحد أفراد الأسرة بإعطاء الطالب ورقة التقويم وسؤال الطالب عن هذه المعلومات اليوم والتاريخ والشهر وكذلك العام الهجري أيضا كما تشاهدون من الطلاب لدينا هنا أحسنتم تاريخ الميلادي إذن كما تشاهدون في الخامس من شهر أكتوبر وأيضا العام الميلادي 2021 إذن أيضا نجد التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي في نفس ورقة التقويم عدد أيام الأسبوع هيا نعدد أيام الأسبوع بناء الطلاب إذن لدينا سبعة أيام إذن عدد أيام الأسبوع سبعة أيام نعددها بالترتيب نبدأ الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إذن عدد أيام الأسبوع بناء الطلاب سبعة أيام سبعة أيام عدد أشهر السنة 12 شهرا كما تشاهدون الشهور الهجرية بناء الطلاب وعددها 12 شهرا كما ذكرنا شهر الأول شهر محرم وشهر سفر إلى شهر ذو الحجة وأيضا كما تشاهدون الشهور الميلادية إذن عدد الشهور الهجرية 12 شهرا في هذا النشاط أبناء الطلاب مناسبتان دينيتان للمسلمين وهي أعياد المسلمين عيد الفطر المبارك وهو مناسبة دينية وأيضا لدينا عيد الأضحاء المبارك دعونا نتعرف على تواريخ هذه الأعياد للمسلمين وكذلك الشهور الموجودة فيها هذه الأعياد إذن عيد الفطر المبارك متى يكون عيد الفطر المبارك بناء الطلاب أحسنتم إذن يكون في الشهر العاشر هو شهر شوال في اليوم الأول من العام الهجري من العام الهجري سواء العام الهجري 1443 1445 وهكذا ولكن يكون دائما في اليوم الأول من الشهر العاشر من شهر شوال من شهر شوال إذن عيد الفطر المبارك وهو مناسبة دينية للمسلمين ويستخدم التقويم الهجري إذن يكون عيد الفطر المبارك في اليوم الأول من الشهر العاشر للعام الهجري عيد الأضحى متى يكون ابناء الطلاب في الشهر أحسنتم في الشهر الثاني عشر وهو شهر ذو الحجة ويكون في اليوم العاشر من الشهر الثاني عشر للعام الهجري للعام الهجري إذن هذه ابناء الطلاب من المناسبات الدينية للمسلمين عيد الفطر المبارك وكذلك عيد الأضحى المبارك إذن هذه من المناسبات الدينية للمسلمين في هذا النشاط يريد أن يتعرف الطالب على معلوماته يقوم لأمر الطالب يعطى الطالب بطاقة الأحوال أو كرت العائلة ويقوم الطالب باستخراج هذه المعلومات تاريخ ميلاد الطالب لدينا هذا المثال هنا ولد أحمد في الثامن والعشرون من الشهر الثامن للعام 1429 يقوم الطالب باستخراج يوم ميلاده من خلال بطاقة العائلة إذن لدينا هذا النشاط ولد أحمد اليوم يحسنته في اليوم الثامن والعشرون من الشهر الثامن للعام الهجري 1429 للهجرة كما تشاهدون حرف الها يرمز للسنة أحسنتم الهجرية كما ذكرنا في هذا النشاط اكتب التاريخ الكامل لكل مما يلي يوم ميلادك يقوم الطالب باستخراج يوم ميلاده كما ذكرنا من بطاقة العائلة وكذلك اليوم الوطني كما ذكرنا للمملكة العربية السعودية وكما ذكرنا هو في اليوم الثالث العشرون من شهر سبتمبر أحسنتم وأيضا يوم عيد الفطر المبارك وهو اليوم الأول من الشهر العاشر للعام الهجري وأيضا عيد الأضحى المبارك كما قمنا بحله قبل قليل يكون في العاشر من الشهر الثاني عشر للعام الهجري إذن سوف نتعرف في هذا النشاط عن طلاب على بعض المناسبات الدينية في التقييم الهجري شهر رمضان المبارك هو الشهر هاي شباب الشهر الأول الثاني الثالث متى نصوم شهر رمضان وهو من المناسبات الدينية للمسلمين شهر رمضان يكون فيه أحسنتم الشهر التاسع إذن شهر رمضان هو الشهر التاسع من العام الهجري شهر محرم يا شباب أحسنتم إذن شهر محرم هو الشهر الأول وهو الشهر الأول من العام الهجري شهر ذو الحجة أحسنتم إذن هو الشهر الثاني عشر من العام الهجري إذن ابناء الطلاب هذه الأشهر الهجرية شهر رمضان المبارك كما ذكرنا وهم من أسباك الدينية المسلمين هاي ثقون المسلمين بالصيام في هذا الشهر وأيضا شهر محرم وهو الشهر الأول من السنة الهجرية وأيضا لدينا شهر ذو الحجة وهو الشهر الثاني عشر بهذه الآية الكريمة نريد أن نستخرج عدد أيام أو عدد أشهر السنة الهجرية قال تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهر كم عدد الأشهر في السنة الهجرية من خلال الآية نريد أن نتعرف على عدد الأشهر الهجرية أحسنتم إذن عدد الأشهر الهجرية بناء الطلاب إثنى عشر شهرا إذن عدد الأشهر الهجرية إثنى عشر شهرا من خلال الآية الكريمة تعرفنا على عدد الأشهر تحدث عن الصورة التي أمامك كما تشاهدون من الطلاب لدينا هنا هذه الصورة نريد أن نستخرج من خلال هذه الصورة المناسبات الدينية للمسلمين كما تشاهدون لدينا هنا بيت الله الحرام وكذلك مشعر منها يقوم الطالب التعرف على هذه الصور وكذلك التحدث عنها وفي الختام شكركم من الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته